موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت طفل مصاب بالسرطان يتلقى بطاقات معايدة من كل أنحاء العالم طلبت عائلة طفل يدعى بروك تشادويك يبلغ من العمر سبع سنوات ومصاب بالسرطان في مرحلته الأخيرة العالم بإرسال بطاقات معايدة بمناسبة الهالوين لبروك بغية رفع معنوياته وسرعان ما كانت البطاقات والحلوى والصور تتدفق من مختلف البلدان حيث تلقى بروك حتى الآن نحو ألف بطاقة تضمن تمنيات طيبة له بالشفاء صحيفة اليوم السابع المصري عنونت نظام جديد لضبط درجة حرارة المكاتب وفقا لتفضيلات كل شخص ابتكر باحثون في جامعة كونكورديا الكندية نظاما دكيا يمكنه السيطرة على ظروف البيئية في الأماكن المغلقة وتحسين انتجية الفرد واستهلاك الطاقة كما يعمل نظام على تحسين نوعية الهواء ودرجة الحرارة والإضاءة استنادا إلى تفضيلات كل موظف بالمكتب صحيفة الغد الأردنية عنونت تطبيق ينقذ حياة شاب أمريكي قال شاب أمريكي إن ساعة أبل الدكية كانت سببا في إنقاذه من خطر موت وشيك بعد أن نبهته بضرورة الخضوع إلى عناية طبية فورية من جراء أزمة صحية ألمت به ولم يكن يشعر بها وأضاف الشاب إنه مدين بحياته لهذا التطبيق الذي يراقب معدل ضربات القلب باستمرار على مدار اليوم وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت الكشف عن بقايا معبد لرمسيس الثاني نجحت البعثة المصرية التشيكية في الكشف عن بقايا معبد للملك رمسيس الثاني من عصر الدولة الحديثة وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة أبو الصير وقالت البعثة المكلفة بالحفر في المنطقة إن بقايا المعبد المكتشفة تتكون من أساسات من الطوب اللبن وأخيرا مع صحيفة البيان الإماراتية التي عنوانت زايد العطاء تطلق مشروع تجار الخير أطلقت مبادرة زايد العطاء مشروع تجار الخير في بادرة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي لاستقطاب الشباب وتأهيلهم كرواد في الأعمال الاجتماعية وتمكينهم من خدمة المجتمعات تجارا للخير من خلال تبني تأسيس شركات مجتمعية مستدامة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية محليا وعالميا ترجمة نانسي قنقر